ونستعرض معكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاك وجولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثفات المرورية عند رامسيس هتبدأ تقلل حد ما نوصل لغمرة بالنسبة لكوبري 15 ميل متجهن المهندسين عليه كثفات مرورية نسبية أما شارع بورس عيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة بتظهر كمان بعض الكثفات المتحركة على كوريش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى الأصل العيني وفي بعض الكثفات البسيطة بشارع رامسيس وصولا إلى العباسية ومحور النصر حتى المنصة وبشارع بسلع قاد والطيران وأماكن كمان غلق الإشارات بالميادين زي ميدان التحرير وروكسي وميدان المتشار هشام بركات لكن فيه سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي ونفس الأمر المتجه من المونيب وفي طريقه إلى الأوتستراد والتجمع في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة كذلك الأمر فيه في مناطق التجمع الخامس وطريقه للبساتين وزهراء المعادي نروح معاكم لمحافظة الجيزة وتعالوا نشوف الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية معادة بعض الكثفات عند النزلات وبخصوص كمان محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثفات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالي نروح شارع فيصل اللي بيشهد كثفات مرورية والكثفات دي بتزيد مع ساعات الضروة بتظهر على محور صفت اللبن المتجه من الدائري ووصولا إلى شارع سودان كثفات مرورية متحركة وبيفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكبرى عباس والجمعة والجيزة المعدنية ظهر الكثفات بمحيط ميدان النهضة ووصولا إلى إشارة بين الصريات وشارع نيل السياحي وشاهد كمان محور عرابي كثفات بسيطة للمتجه من الأقالي ووصولا إلى المهندسين فيه طبعا سيولة كبيرة بشارع جماعة الدول العربية وخاصة بعد افتتاح والانتهاء من أعمال مترو الأنفق نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية فيه كثافة مرورية عند كبري إستلي وعلى طول الكنيش فيه كمان كثفات متفوتة عند الإشارات بطول الكنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر بيشهد بعض الكثفات المرورية عن تقطع مع محور محمد نجيب ونفس الأمر فيه شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثفات مرورية لكنها متحركة ونكمل جولتنا ونروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع هللاحظ كمان فيه كثفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثفات مرورية أيضا فيه كثفات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفاعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثفات المرورية ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة بداية موجة شديدة الحرارة والطقس يكون شديد الحرارة راتب نهارا على أغلب الأنحاء حار راتب على السواحي الإشمالية درجة الحرارة في القايرة النهاردة 38 على درجة حرارة هتكون في أسوان 43 وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل لكن بعد شوية شكرا